عادت تشكيلة ملودية الجزائر إلى التدريبات عقب إقصاء الكأس أمام وفاق ستيف وذلك بمركز عين البنيان وبحضور كل اللاعبين باستثناء سيد أحمد عواج وهيشام شريف الوزاني بسبب عطم في السيارة ورفع الرئيس عمر غريب معنويات اللاعبين فيما أكد المناجر العام ناصر بويش والمدرب كمال موسى على ضرورة استياني إقصاء الكأس والتركيز على مباراة كأس الكاف أمام براتينيوم هذا الجمعة التصريحات مع زمينة كمال مهوية هنا يا لعابين تقم الفنين مسؤولين الإدارة قعن سينا هاد الإقصاء هدايا كما قلت لك لذي كنتينو كان فيه مقابلها ما تأكس على كاف لتلت نيقات تححد سمحنا بنسبة كبيرة إن شاء الله هنكونوا في الربع النهائي كان هدف من أهداف الإدارة والفارق في بداية الموسم نظن أنه حين حضروا هاد الإقصاء كما ينبغي نوزاو انكار نطر شعلوش كيهت انكار تقرز انترسون هو لأكوب دافريك افنا campe ونا نجل الأفاضل صلούμεة من قبل نعمن ، ، والذيون الكامل اهم طورة ما هي حداف الاشتاء فلن نح أعلق كل العام إذا فعلنا لمن بعد الموسم في هذه المقه من فضلك